أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين في ظل إعلان المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أشهد رئيس الوزراء بتوافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك كما أشهد مدبولي بما تم توقيعه من 14 اتفاقية مع الجانب السعودي باستثمارات تصل قيمتها إلى 7 مليارات و700 مليون دولار وفي هذا الإطار ثمن رئيس الوزراء جهود مجلس الوزراء لحل مشكلة المستثمرين السعوديين من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلة المستثمرين أعلنت الحكومة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 1500 قتيل وأوضحت السلطات الأفغانية أن الزلزال ألحق أدرارا بعشرات المنازل في إقليم باكتكا مشيرة إلى أن أغلب المباني ليست قوية بما يكفي لتحمل أي هزات أرضية كان رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني قد أكد أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتكا مشيرا إلى تواصل عمليات الإنقاذ باستخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحة ونقل الإمدادات الطبية والغذاء وصل زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لليوم الثاني على توالي ترأس اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونج يونج تجربة نووية والشيكة وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبدولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدة على الخطوط الأمامية ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلتان على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع أعلنت الشرطة الأمريكية تحطم طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية على طريق سريع في ولاية وست برجينيا الأمريكية عفوا مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها وأوضح رئيس العمليات في هيئة إدارة التواري أن الطائرة تحطمت على أحد الطرق وكانت مشتعلة قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إخماد النيران المشتعل بها أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 135 إصابة جديدة بفاروس كورونا من بينهم 87 بدون أعراض ورصدت العاصمة بكين ثلاث حالات إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض فيما سجلت مدينة شانغهاي تسع إصابات محلية جديدة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع القدرة على إجراء اختبارات الكشف عن قدر القردة لتشمل خمس شركات للمختبرات التجارية وسط تزايد عدد الحالات وسجلت الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء الماضي 242 إصابة بجدر القردة في 24 ولاية من بينها العاصمة واشنطن وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي خفيار في سيارا أنه ينبغي أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق أزاء حالات قدر القردة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها الأدوات اللازمة لمكافحة وعلاج الحالات في أمريكا ورياضيا حقق النادي الأهلي فوزا على غازل المحلة بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما على استاذ الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة الرابعة والأربعين في المركز الثالث بجدول الدوري بينما توقف غازل المحلة عند النقطة الخامسة والعشرين في المركز الحادي عشر بجدول الدوري وفي ذات الجولة حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاذ المقاولون العرب ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة ختم موجز الثامنة عودة الاستكمال باقي فقالت صباح الخير يا مصر بعد الفاصل